مرحبا أعزائي الصغار درس اليوم يتضمن حرف الكاف بعد أن قد الصديقان مقتم ممتعا على الحاسوب والرسم خرجا ليتنزها في الحديقة فجأة اختبأ أحمد في ركن من بستان الجدة نادرة اصطل عليه ديك رومي كبير فصاح عندئذ التفت إليه مراد قائلا خفت من ديك جدتي؟ ماذا لو رأيت كلبا؟ أما في المسائك كل يوم تجلس أم مراد على أريكة قرب الشباك وتقرأ على الأطفال حكايات عجيبة لنتعلم معا يمكن أن نجد حرف الكاف في ثلاثة مواضع في أول الكلمة كأن نقول كلب كأس كمنجة كتاب كرة كرسي كلب كأس كمنجة كتاب كرة كرسي في وسط الكلمة كأن نقول أريكة مكة بسكويت أريكة مكة بسكويت في آخر الكلمة كأن نقول شباك شباك سمك ديك شباك سمك ديك شباك 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 شباك